عايزة أتكلم على واحد من الأسماء المشرفة جداً جداً بصراحة كابتن الكبير كابتن طارق مصطفى المدير الفني لفريق أولمبيك أسفي المغربي عمل إنجاز حقيقي إنجاز كبير وإنجاز كياسي جداً جداً ولابد من إلقاء الضوء عليه فريق ده كان يصارع الهبوط الموسم الماضي يصارع الهبوط الموسم الماضي الراجل تحمل المسؤولية وتولى تدريب الفريق وهو يصارع الهبوط أنهى الموسم وهو في المركز السابع الموسم اللي كان بيصارع فيه الهبوط ده أنهى اللي هو الموسم الماضي في المركز السابع ده إنجاز لوحده تمام؟ الراجل كمل مع الفريق كان ممكن ينقول إيه إن ده إنجاز استثنائش كمل مع الفريق الموسم ده بقى بيعمل إيه؟ الموسم ده بينهي الدوري كابتن طاري مصطفى المدير الفني المصري ينهي الدوري مع فريق أولمبيك أسفي في المركز الرابع في الدوري المغربي الصعب جداً ويتأهل معهم إلى الكونفيدرالية الأفريقية خب بالك ده المركز الرابع ده هو مسابق مين؟ يعني خد المركز ده من مين؟ خده من فريق الرجاء المغربي اللي في المركز الخامس خده من فريق نهضة بركان الفريق صاحب السمعة الكبيرة في الدوري المغربي وفي البطرات الأفريقية اللي صاحب المركز السادس فهو تفوق على الرجاء ونهضة بركان وحسنية أغادير وفرق كثيرة عديدة مميزة في الدوري المغربي فإنجاز رائع جداً اشتركوا في القناة